المشاهدين الكرام توفي اليوم الخميس الممثل الجزائري محيد دين بوزيد بالمستشفى الجامعي ببتنة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي حيث يعاني من ضيق في التنفس ادخلته في غيبوبة وعانى صانع البهجة في نفوس جزائري لسنوات طوال من ترد وضعه الصحي حيث كان منذ فترة يرقد بمستشفى قسنطين العسكري من جهته قام والي ولاية باتنة بزيارة للفقيد في غرفة الانعاج ساعات قبل وفاته ونذكر ان الفقيد يملك الرسيد ثري في الكوميديا والدراما من انتاج التلفزيون العمومي وشارك ايضا في عدة افلام سينمائية انا لله انا اليه الرجل